تلقى رئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الروسي فلاديمير كوتن وأصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا حيث استعرض رئيس سيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع كما استعرض رئيس السيسي المساعي المصري المكثف لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء أضف المتحدث أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار وضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤوليات في هذا الشأن مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمقاررات الشرعية الدولية ذات الصلاة